موسيقى الفريق اللي تشتغل معه كان حاضره ولكن اليوم ما جاش ولكن كان تيتواصل مع الاخوان في القناة بخصوص الستوديو جديد وتيهنأ في الاخوان كما العادة يبقى الخير المؤسسات يبقى الخير للزملاء ولكن اليوم ما بينش تتفجأنا حدود الساعة الحادي عشرية ليلين بنبأ وفاة صلاح تيل غماري تتفلوا علينا واشا تضحكوا علينا قال لك لله هتوفى تصلت بالزملاء أكدوا بأنها هتوفى بنتيجة سكتة قلبية وهذا الشيء اللي عطل الله مجا الأجال وإنسان ما عنده ما يدير هذا قضاء وقدار وإنسان ضعيف أمام القدرة الإلهية ما عنده ما يدير الشيء اللي عطل الله حتى يعني شهر في البرنامج يعني كان في وعي الناس صلاح الدين صحفي متقاف إنسان يعي ما يقوم به درست معاه تنعرفه مزيان تنعرف العائلته وتعرفه أخلاقه قوم بالتحسيس التوعية ومجتمع دينا محتاج المزيد من توجيه والتوعية والتحسيس والإخبار وصلاح الدين كان منغامس في هالدينامية ومن خلال تحسيس ديال كورونا المغربة تابعوه وشافوا المجهودة التي يقوم بها والطريقة باش يعبر باش يوصل باش يخاطب الوجدان ديال المغارباوي خاطب الجمهور العاريد لأننا تنعيشوا أزمة كورونا وصلاح الدين دي المجهود كبير والله يرحموا في هذا النهار في هذه الليلة الجمعة شكرا